تكاد تكون منعدمة ده اللي خل الحالة الصحية المجتمعنا توصل للي احنا في دلوقتي وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفها وقفة احتجاجية ضد الجهل وقفة طبية اسمها الدكتور بدون من روح لدكتور وبدون من خود دولي عليك باللي دور دولي عليك تجميل الحالة المجهاري والقلم قدم للبشرية حاجات جميلة جدا وحاجات كوميدي ايضا وطريفة جدا لما تلاقي حقن مجهاري يخلي ثلاث اولاد يتولده المفروض انهم عمرهم البيولوجي زي بعض في وقت معين بس من نتيجة تقنية التجميد واحد منهم يتولد قبل التاني بعشر سنين لكن هما قد بعض حاجة لطيفة جدا هفهمكم الحكاية القصة اللي احكالكو دي حاجة رائعة جدا القصة دي حتى اللي كتبوا عنها بيقولوا انها قصة كانت يعني لما اتقرب منها تحس انها يا صعب تصدق القصة لسيدة عندها دلوقتي ثلاث اولاد هما جورج وليلة ونوح القصة بدأت بان سارة سوان اللي كانت قادة في مدينة اسمها ليستر الانجليزية كانت عندها رغبة في الانجاب وكانت نفسها يكون عندها اولاد لكن كانت بلغت عمري لاربعين سنة وما تقدرش طبعا تولد بشكل طبيعي سارة لجأت الى الحقن المجهاري وبدأت تعمل التقنيات بتاعته وهم متقدمين جدا كمان في بريطانيا في المسألة دي وبدأت تعمل حقن لنجحة العملية الاولى وبدأت تعمل فعلا الولادة وما استمرته وولدت ابنها جورج بعد تلات سنين طلبت تسبيت بوايضتين مخصبتين اخرتين وبدأت تولد تاني بدأت تدخل في الحامل والولادة ولدت ليلة ونوح عندها دلوقتي التلات دول يعتبروا توائم بس منهم اتنين توائم وطفل جاء بليهم بتلات سنين لكن عمرهم البيولوجي واحد الكلام ده رائع جدا وجميل جدا والحقيقة من الحاجات اللي تخليها بيقدم للبشرية احيانا من الطرائف الجميلة اللي تعبر عن الاعجاز الخلاق العظيم ربنا سبحانه وتعالى اللي اداني هذا العلم اللي احنا استخدمناه بطريقة رائعة جدا ونافعة للبشرية الحوار سيكون مسير للغاية اكيد مع ضيف من الطراز الاول وقمة علمية كبيرة واسمي قدير وعالم جليل في هذا المجال واستطيع ان اقول انه سبق كبير للاعلام المصري وجوده على شاشتها طبعا الاستيس دكتور اسماعيلة بالفتوح اغلبية المرضى بنخليهم يعملهم من زر الراحمة هذه القفزة التكنولوجية المكلفة تخليت نسب المنجاح في بعض الاحيان بتتفوق نسب الفلاشة الحضانة الزكية دقنيات في ايد الطبيب بقدر ان هو يستخدمها زي ما هو عين الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح استاذ امراض النسا والتوليد بطب القصر العيني جامعة القاهرة استشار العقم واطفال الانبيب زميلة كلية الملكية لامراض النسا والتوليد لندن دبلوم امراض الخصوبة جامعة جينيف سويسرا زميلة جامعية الامريكية للخصوبة زميلة جامعية الاوروبية للخصوبة رئيس مجلس ادارة مستشفى بداية الاسم الكبير والخيمة العلمية الكبيرة وطبعا صاحب التواجد والجماهيرية العريضة اللي اضاف لنا الكثير الاستاذ دكتور اسماعيل ابو الفتوح اهلا بك اهلا نسمع بي خلينا نهاردة نبدأ حوارنا بكلمة مهمة قوي بدأت الناس تهتم من انها تفهمها قوي دلوقتي الاخصاب المساعد عندنا اخصاب وعندنا مساعد كلمتين عايز افهم الاخصاب المساعد هو اسمه ترجمة حرفية اللي هو التقنيات الاخصاب المساعد اللي هي اللي احنا عايزين ترجمة حرفيا هي تعامل مع البوايدة خارج الجسم وتخصبها خارج الجسم وبالتاني تكوين الجنين وارجعوا عن طريق عنق الرحم من الداخل الرحم اضافنا اليها مجازا التلقيح الصناعي فبقى عندنا حاجتين الاخصاب اللي هو البوايدة خارج الجسم عن طريق سواء اطفال الألبيب عن طريق الحقن المجاري واضافنا لها زي ما بنقول اللي هو التلقيح الصناعي اللي هو ان احنا ناخد الحيوانات المنوية نحضرها خارج الجسم ونرجعها الى الزوجة داخل الرحمة عشان خطر يحصر حالة ده الاخصاب المساعد احنا بنساعد ايه هي اما حاجة من اتنين اما البوايدة ما بتوصلش للحيوان المنوية بيوصلش للبوايدة فبالتاني ما بيحصلش الاخصاب الطبيعي والاخصاب الطبيعي المفروض بيحصل ازاي لما الحيوان المنوية بيلتقي بالبوايدة في قناة فالوب وبالتاني بيحصل الاخصاب وبعد الاخصاب ما بيحصل الجنين بيمطلق من قناة فالوب الى داخل الرحم عشان ينغرس في داخل البطانة الرحم ويحصل الحامل. المشكلة بتحصل بيحصلش الاخصاب دوت سواء ما فيش قنوات فلوب او قنوات فلوب مسدودة او الحيان المنوي لا يستطيع ان هو يصل الى قناة فلوب عشان يخص بالبيضة الحاجات دي كلها بيحصلش فيها اخصاب. فبالتالي احنا بناخد الحاجات دي برة بناخد البويضة خارج الجسم بناخد الحيان المنوي خارج الجسم نحن الحيان المنوي داخل البيضة يتكون جنيه نرجع جنيه داخل الرحم مه. زمان اول ما بدأ الحقن المجهاري او اطفال الأنبيب بصفة عامة بدأت على بويضة بس. بدأت على ان احنا ناتشلال سايكل بناخد اه حووي Elementary واحدة من الحووي الصلاة في دورة عادية. في دورة عادية. في دورة عادية بناخد منها البويضة فبالتالي اه عندنا بويضة واحدة المنوي اه بنحطه جنب البويضة كان ايامية مفيش حقن المجهاري كان اطفال الأنبيب. مه. وبالتالي يخص بالبويضة يتكون جنين خارج الرحم نرجعه عن طريق الرحم إلى داخل الرحم حاليا مع التقنيات الحديثة ومع البروتوكولات تنشيط التبويض بقينا نقدر أن احنا ندي أدوية نجيب أكتر من بويضة فبالتالي لما عندنا أكتر من بويضة بي عندنا أكتر من جنين يبقى عندنا فرصة لأن احنا ننطقي عدد من الأجنة ومنهم بننطقي من الأجنة جنين أو جنينين جيدين نرجعهم داخل الرحم طب الباقي هنعمل فيه لو عندنا مثلا نحن عندنا عشر أجن الباقي بيتجمد يعني فيه تقنيات دلوقتي داي الخصة اللي احنا حكيناها زي القصة دي القصة اللي انت بتحكيها دلوقتي النهاردة هي بتحصل كل يوم يعني مش مثلا مش سبكة اه مش تانية عملت حاجة يعني أنا عايزة ولكن كل يوم يعني أنا كل يوم بيجيلي ناس بيكونوا عملين حقاة مجرية بلكده وعندهم أطفال وبيحملوا بالمجمد لان تقنية التجميد دلوقتي بقيت تقنية ممتازة بقى عندنا بعد ما بقى نستعمل الحاجة اسمها تقنية من تقنية التجميد بقى عندنا نسبة الحمل في المجمد تكاد تتبقى هي هي تقريبا زيها زي الطبيعي فبقى عندنا كتير جدا واحدة بتحمل مثلا في جنين أو جنينين وتيجي بعد مثلا 3-4 سنين أنا عايزة أحمل مرة تانية وبتحمل في المرة اللي بعدين ده مش بس كده ده أنا عايزة أقولك على حاجة التجميد ده تساعد ناس كتير جدا أنا عندي حالة من الحالات هما الحقيقة ناس مش مصريين يعني بس جوم عملوا من الكلام ده مسلا من 6-7 سنين جوم عملوا حقن مجهري وحملت في طفله أنجبته بعد كده جاين نعمل تحليل للزوج ما اللي ناشي عنده ولا حيوان منوي ولا حيوان منوي لأنه كان أساسا لو سبرم كان السبرم بتاعه قليل جدا كان بالصدفة أنه كان مجمد حيوانات منويه حيوانات منويه كان بقى لها مسلا 6 سنين الحيوانات منويه دي استعطمها مرة تانية والزوجة نشطنا لها الطبويت وحملة مرة تانية بالمجمد بتاع جوزها وخليف التوينز بقى عندهم 3 أطفال من ما كانش يعني لو كانوا استنوا شوية كان مش بقى عندهم ولا طفلة وما كانوش بدأوا بدري إنهم ما يعملوا أطفال وما لاجهوش لتقنية التجميد اللي كان برضو في الوقت ده ما كانتش منتشرة يعني تقنية التجميد الحقيقة يعني تجميد الحيوانات المنوية تجميد الأجنة وريسنت دي دلوقتي بقينا بنعمل تجميد البويضات برضو الحاجات دي كلها يعني مع التكنولوجي الحقيقة خلى الموضوع أطفال الأنابيب والحق المجالي ده من الحاجات اللي فعلا ممتعة إنك إنت بقى عندك حل لكل المشاكل اللي موجودة 3 أسماء 3 جمل مشهورين جدا دلوقتي الإخصاب الصناعي أو التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب والحق المجالي هنقولهم بتاني الإخصاب الصناعي تلقيح صناعي وأطفال الأنابيب وحق المجالي ناس بتخلط 3 أبع هو كل ناس بتخلط بص أنت لو مش متخصص لو الدكاترة حتى مش متخصصين هيخلطه ما أنا بني أنت исторقبط ايوم أنا بقولك هي القصة كلها لو واحد مش قارب ومش متخصص دايما بيضلخبطه في الحاجات دي هي القصة كلها هي التلقيح الصناعي لترجمة artificial insemination إن إحنا بناخد الحيوانات المنوية بتاعة الزوج ونحضرها خارج الجسم وبعد ما بنحضرها بنكون مدين للزوج أدوية تنشيط علشان خطر نحدد إمتى هنرجح لأن إحنا عارفين إن إحنا بنرجحها إما في natural cycle دورة طبيعية إما دورة منشطة نرجعهم الحيوانات المنوية المنشطة نوعا ما بحاجة اسمها بيركول أو ليها تطرق للتنشيط وناخد الحيوانات المنوية دي نرجعها عن طريقه نقول رحمي إلى داخل الرحم الموضوع ده ينفع لمن؟ ينفع للمنازل واحد اللي عندهم تأخر في الحمل غير مفصل السبب ده أكتر ناس ينفع معهم أو ينفع لواحد مثلا الحيوانات المنوية بتاعته ضعيفة لكن مش ضعيفة أوي يعني مثلا البدل ما هي عشرين مليون بقت خمستاشر مليون بدل ما الحركة مثلا خمسين في المية بقت تلاتين في المية الأبنورمال فورمز ما همش علينا الأشكال الغير طبيعية الأشكال الغير طبيعية مش كتير أوي لكن لو واحد مثلا عنده نص مليون أو الحركة زيرو مثلا أو تسعة أو تسعين في المية اللي هم مش بيتحركوا أول جاء ده ما ينفعلوش تلقاح صناعي ده لازم يخش ونفعلوش حتى أطفال النبيب ده لازم يخش على الحال المجالي من هنا بقى يجي دور الطبيب في اختيار كل مريض ينفعله ايه يعني ما ينفعش ان انا اقعد مثلا اخلي زوجين عملين يعملوا في تركيح صناعي اربع او خمس مرات لانها تقنية بسيطة مش كل يعني تقنية بسيطة من بساطتها انها ممكن تتعامل حتى في المراكز العادية مش مراكز المتخصصة قوي لكن انا حرام علي ان انا اقعد عرض الزوجة والزوجة ان هما يعملوا تركيح صناعي كذا مرة من غير اي فايدة لا بالذات مثلا واحد عندها نسداد في قنوات فالوب ده شرط علشان خطر تقدر تعمل تركيح صناعي ان تكون قنوات فالوب بسالكة فلازم قبلها نكون عاملين اشعة بسابعة او منظر متأكدين ان قنوات فالوب بسالك عشان لقدر نعمل تركيح صناعي تركيح صناعي ينفع عدد معين من الناس نسب النجاح فيه ما هيش عالية جدا 25% مثلا ده الماكسيمم 5% زيادة عن الطبيعي ده ده اللي ممكن نقوله في موضوع تركيح صناعي تركيح صناعي ليست تقنية عنيفة ولكن انا بجيب الحمامل بزبطه شوية بس يعني بيخليه افضل شوية وبدخله داخل الرحم بتاع ست بطريقة ما عشان اوفر عليه الوقت والمجهود والاخير كاني بيركبه مواصلة بالزرط كده الناحة التانية بقى جنبها في السطر اللي جيبها دي بقى اطفال دي بقى هنا يا دي التقنية اللي هي يعني الحقيقة احنا كلنا مدينين بان احنا مئات او ملايين الاطفال اللي هما تولدوا من سيدات كان لا يمكن ان هما يحملوا وازواج كان لا يمكن ان هما يحملوا بدأت بولادة لويس براون سنة 78 طفل عشر اه طبعا دي اتأول طفلة في اطفال الانبيب في العالم وطبعا لها قصة جمدة جدا يعني ان ما كانوش حتى في انجلترا مؤمنين ان التقنية دي هتنفع يعني اول ما بدأوها اه هي بدأت اول مرة اتعملت وعشان يقدر ان هما يوصلوا القصة دي دي عايزة حلقة لوحدها نقعد نحكي ازاي قدروا يتوصلوا لأول طفلة اطفال الانبيب وازاي كانت الكل الميديا وكل حبد كانوا بيهجموهم ان هما بيعملوا حاجات مضادة للطبيعة يعني الموضوع ده وطبعا قلت لابحسن ساعتها لحد ما ولدت لويس براون واثباته ان ينفع يحصل اخصاب خارجي للبويضة الادمية هم كانوا دايما فاكرين ان البويضة البني ادم او السيدة يعني لا يمكن انها تخصى بخارج الجسم ويحصل منها جنين والجنين ده لا يمكن ان هو لو رجع الى الرحم ان هو يلتصق اه لحد ما حصلت لويس براون وهي حامل لويس براون اتنين تانين كانوا حوامل يعني هي اول طفلة بس اثناء بقى ما هي حملت اتنين تانين حملوا وبعد كده جي هاورد جونز في امريكا طفلة تانية حملت وبقى كده في استراليا يعني قصدي كله جيه في نفس السنة تقريبا طولت كذا طفل بس كانت المحظوظة هي لويس براون بالضبط ده كانت اول مرة هي الفكرة ايه كلها الفكرة ان انا بخصب البويضة خارج الجسم بخصبها ازاي خارج الجسم احنا لابد عشان نخصبها ان احنا الاول نسحبها او ان احنا ما نسحبهاش لوحدها نسحب كذا بويضة فتقنية اطفال الاربيب بتعتمد على ان احنا بنيدي ادوية تنشيط للزوجة بنخرج اكتر من بويضة البويضات لما بتخرج خرجنا بويضة بويضتين تلاتة كل ده وداخل الحوايصلات زمان كنا اول ما بدأنا كانت بتتعامل عن طريق منزر البطن يعني ده يعني لويس براون تولدت يعني ساعة ما العملية بتاعتها تتعاملت كان عن طريق منزر البطن منزر البطن دوت سحبوا به البويضة او الحوايصلة والبويضة خرجت وتقصبت بالحيانات المناوية اللي تحطت حواليه ده كان المتابع ده كان منزر البطن دلوقتي جم عملنا ان ممكن السحب يتم عن طريق السنار المهبالي وبالتالي ما بنقدرش نفتح البطن ولا ننفخ البطن ولا اي حاجة حاجة بسيطة جدا وممكن انها تتم حتى من غير مخدر عام يعني طبعا بنيدي مخدر عام لكن يعني ممكن تتعامل من غير مخدر عام لو السيدة طلبت كده حاجة بقت بسيطة ابسط كتير جدا من الاول ونقدر نسحب عدد كبير من البويضات لان التقنيات برضو الحديثة ديت لنا انواع كتير جدا من تنشيطات الطويد اللي هي ملهاش الاعراض الجانبية الشديدة نقدر نسحب بيها البويضات نقدر ان احنا بعد كده نجيب الحيوانات المنوية نحضرها بالطريقة نفسها تقريبا اللي كنا بنحضر بيها للترقاح الصناعي ونحط بقى حوالين كل بويضة عدد من الحيوانات المنوية وننتظر الى ان يخص بالحيوانات المنوية ديت يخص بالبويضة ديت نحطها في ديش معين وننتظر عليها لبعد 12 الى 24 ساعة نبدأ نشوف اذا التخصيب حصل ايه هنا بقى ييجي الدور بتاع دا كثرة المعمل الاخصاب ان هما يحاولوا يمثلوا الجسم الانسان في كل حاجة الميديات الحاجات دي كلها الحضانات اللي موجودة اندخلها داخل حضانات معينة بحيث ان احنا درجة الحرارة الغاز الكربون دايكسايد اللي موجود كل حاجة تمثل جسم الانسان وننتظر الى ان يحصل الاخصاب نبص تاني يوم عليها ان الاخصاب دوت لما بيتكون الجنين بيتكون حاجة اسمها توكيان بيتكون جنين اللي هو خليتين بيتحدو وبعد كده دوت اربع خلايا وبعد كده 16 خلايا اسمها الموريلا وبعد كده تكون البلاسوسيست اللي هو خلية الجنين اليوم الخامس اللي بيرجع عن طريق انخ الرحم الى داخل الرحم ده باختصار اللي بيحصل في اطفال الارابي يبدو رائع هو رائع هو رائع ده اقول يعني يبدو رائع لدركة انه لم يكن هناك احتياج الى الحق يعني ده سؤال سيزك ايوه بالظبط كده لا في حتة بقى انت ماختش بالك منها لما انا قلت ايه بنحط عدد كبير من الحيوانات المنوية حوالين كله بوايدة لازم يكون في عدد كبير طيب افرق اقول بقى ايه بالظبط اللي ما عندهمش شيء حيوانات منوية حيوانات منوية مكانش لسه اختور على الحقن المجهاري مم قبل سنة 92 مم 92 بقى لما بليرمو بقى عمل الخصة بتاعته ايه بقى الحصة ان هو ما كانش قصد ان هو اه اه جت بالصدفة اه ما كانش قصد ان هو الحنوية داخل البوايدة ده غل اصل ان هو حقن الحنوية داخل البوايدة بالغلط تكونت تكون جنين اه هما كانوا يتهيأ لنا انك لو انت خرمت السيتوبلازم بتاع الخلية اه ووسط دوني الخلية مش هتكامل اه ووسط فبعد كده لما ثبت انك لما بتدخل فيها الحنوية المالوي حصل اخصاب والجنين كمل والجنين ده حصل منه حامل فبالتالي التقنية دي قلنا طب خلاص احنا لو اخدنا برضو نفس الموضوع عملنا على طول وبقى ده المتبع ده دلوقتي احنا عشان نضمن الاخصاب بنعمل حقنا مجهري اه لغلبية الناس اه فالتقنية دي الحقيقة ساعدت ناس كتير جدا ما كانينش بيحملوا بالذات اللي عندهم مشاكل عند الزوج يعني انا شفت حقيقة ناس كتير جدا كان لا يمكن انهم يحملوا ايام زمان قبل 92 ده كان لا يمكن انهم يحملوا بذات الازو سبيرميك اللي هم عندهم شوالا حيوان منو مدولة احنا بنفتح الخصية بناخد حيوان منوي من الخصية وبنحقنه داخل السيتوبلازما البويضة وبيكون جنين في الاخر خالص واغلبية الناس دولة زوجاتهم بتحمل لان الزوجة غالبا ما بيكونش عندها مشاكل فوانس انك رجعت لها جنين سليم داخل الرحم نسبة الحامل عندها بتبقى عالية جدا اه اه التعامل مع البويضة البويضة برضو يعني احنا قلنا الرجل هو الذي اضطرنا او يعني اه الصدفة خدمته والحركة اللي حصلت بايده والراجل انزلقت غصبا عنه ودخلت حيوان منوي داخل البويضة الراجل محظوظ اتخدم الراجل وليكن هي هيقعد يعني لغاية دلوقتي متابل ولمانت السبب احنا ما هو عمالنا خلاص اطفالنا نبيب وانت اللي حيوان تكرم منه يالا كانت الرجالة هتتروع يعني اه ولكن البويضة احيانا تكون اه يعني مضطرنة او في اضطرار من خلال البويضة وشكلها ان احنا نعمل حق المجال بصب هو طبعا اه لازم ان احنا نبقى عارفين حاجة لكن الاخصاب ده عملية معقدة جدا ما هياش انك انت تحط حيوان منوي جنب بويضة وخلاص يعني ايما احنا شوفنا حالات كتيرة جدا بتبقى البويضة جيلة جدا اول حاجة احنا لازم نعرف احنا بنقسم البويضات لكذا درجة ياما جير من البازيكز اللي هي البويضة اللي غير نادجة تماما ياما متافيز اللي هي البويضة اللي هي اه اعتندك بعد في خلال 12 ساعة او المتافيز اللي هما البويضة النادجة تماما دولة اللي احنا بنقدر ن 아니고 او بنادر ان احنا نتعرف عليهم بعد صحب البويضات اه النوع الجي بي دا وادعم انا منشتغلش عليه خلاص عندنا النوع النوعين التانية اللي هما المتافيز وانه المتافيز هما الندجين يقام نطجة تماما يقام في طريقها الى نضوجه. ده هنا بقى دورنا ان احنا نفرق البويضات ديات. ودور الطبيب اللي بيدي تنشيط الطبيب نفسه. ان هو يحاول دايما نسهل على تكاترة المعمل. يعني انا انا بقول دايما ايه انا لما اجي بدي تنشيط الطبيب. انا باختار كل مريض. كل مريضة بجي بدي لها تنشيط. بحاول ان انا ادي لها البروتوكول المناسب ليه. لان انا عايز ان انا لما اجي خرج البويضاتها خرج بويضات جيدة. بقدر الامكان طبعا في اوقات البويضات هتبقى مش درجتها مش جيدة. لكن لو انا قدرت ان انا اوصل ان انا خرج بويضات درجتها جيدة. فبالتالي لما اجي حانفيها الحمال ما انا او احط الاحطة تتعامل اطفال الانبيب. انه نوع الجنين نفسه يعني يكاد يكون ديبندنت جامد جدا او يتوازى جامد جدا مع درجة نطج او درجة جودة البويضة نفسها. لما نلاقي البويضة نفسها غير جيدة يبقى احنا نتوقع ان الجنين نفسه مش هيبه جيد. وده اللي بيحصل لما العمر بيتقدم بعض الشيء. عمر الزوجة. عمر الزوجة. على ما نلاقي بويضة كويسة بياخد مننا وقت يعني بندي ادوية تنشيط كتيرة جدا بيخرج بويضات. ممكن نخرج اول مرة بويضة متبقاش جيدة. بويضة بعدها وهكذا حد ما نقدر ان احنا نخرج بويضة جيدة. اه لو احنا قدرنا نصل الى بويضة نضجها جيد. بيبقى احنا والحياة المانوية كويسة. بقى الجنين نفسه هيكون دركته جيدة فبالتالي التسقف وبطرط الراحة بيكون اكتر. من التقنيات برضو اللي بدأت تفرض نفسها وبدأت الناس تسمع عنها بشكل كبير. عملية تسقيب الجنين. يعني ناس كتير دلوقتي يقول لك اي ده انا عملت كمان تسقيب جنين وصرفته تمام يعني بي. هو دوت ده بيحصل احنا كتير جدا من الحالات دي مهمة اوي. حالات بيبقى عندهم حاجة اسمها تيك زونا. الزونا دوت اللي هو الجدار الخارجي للجنين الجدار الخارجي للجنين ده في بعض الحالات بيكون الجدار سميك جدا فبالتالي انت عشال خطر يحصل خصابة او يحصل التساخ للجنين في بطنط الراحة هيبقى فيه صعوبة فاحنا بنيجب تقنية الليزر دلوقتي زمان كنا بنعملها بنعملها بحاجة اسمها أسيد تايرود كنا بنحط مادة معينة بتدوب الجدار الخارجي للجنين حاليا مع تقنية الليزر اللي موجودة ودي الحقيقة احنا كنا من اول مراكز اللي استخدمناها الليزر ان بنيجي نعمل زي اما ثنينج للزونا اي اما بنعمل سخب في الجدار الجنين نفسه او بنخليها عرق شوية بنخلي الزونا نفسها كأنه بنقشره بعض الشيء فبالتالي بنخلي فرصة التساخ الجنين زي ما احنا شايفين هنا ببطنط الراحم بتكون اكتر ودي قدت فرصة عالية جدا للناس اللي عندهم الجدار الثاني وجدت فرصة اللي عندهم تكرار عمليات فشل اطفال النابيب للناس اللي هما متقدمين في العمر ردت لفرصة ان يزيد فرصة لعدو زرحة من عندهم التشبيه اللي هقوله ده تشبيه يعني مهم جدا عشان اقربوا للناس الحقن المجهري ليس هداف بيحط جون يعني مش لعيب كرة واحد بس في الملعب يروح جايح حط جون اهو يلا لكن هو فريق كامل فريق كبير وتقنيات كلها بتلعب مع بعضها دور مهمة اوي فين انا في الاخر احقق الهدف المنشوط اللي هو الجون اللي هو الطفل اللي بقى عندكم من ضمن الحاجات برضو المنزر الرحم ده جزء في الفريق يعني ده لعيب مهم جدا جدا في الفريق اهم من الشغل زبط الشغل يعني مش المهم ان انا اعمل حقن المجهري لكن فيه كمان المنزر الرحمي فيه ناس تستغرب جدا دلوقتي احنا مليتكلم بيقول لاجه يا عمهم الدكتور عبن سرح ولا ايه الدكتور اسماعيل بيتكلم على الحقل المجهري ايه اللي خلاه يسأله في المنزر الرحمة كتير جدا الموضوع ده مهم اوي لان هي انت في الاول خالص اول انه بتيجي المريض والزوج والزوجة انت بتحاول تدي لهم الفرصة اه غالبا هم اه جايين بعد ملف واماكن كتيرة وما عملوا اه مساء مرة او مرتين او اه يعني تقلوهم ان لازم اعملو انت ترشري كيري يعني انت في الاخر خالص مكان اللي هو بيلجأ له الناس اللي هم عندهم صعوبة بالغة في حدوث الحامل علشان خطر يجدوا المشورة الحقيقية فلازم انت ما تفوتش اي حاجة من الحاجات المفروض انها تتعامل من غير ما نعملها من ضمن الحاجات اللي هي اه بتقرقنا جامد جدا ان يكون فيه مشكلة في التجويف الرحمي مشكلة التجويف الرحمي دي تمكنك ايه هي المشاكل اللي ممكن تكون داخل التجويف الرحمي ممكن يكون فيه حاجز في الرحم ممكن يكون فيه باليب او زي لحمية داخل الرحم ممكن يكون فيه التصاقات موجودة داخل الرحم الحاجات دي كلها لابد ان احنا نتأكد انها مش موجودة قبل ما نرجع الجنين داخل الرحم احنا لازم نتأكد من مخزون مبيض من البودات جيد لازم نتأكد ان الرحم جيد لازم نتأكد من تجويف الرحم جيد طرق ان التعرف على ان تجويف الرحم أدقها طبعا هي المنزار الرحم المنزار الرحمي ده مستوبة انها هي تقنية بسيطة جدا منعينها قبل نبدأ أطفال الأنابيب وفي بعض الأحيان بدأ دلوقتي في بعض الدراسات بتقول انك انت لو انت عملت حاجة سكراتش كده هوت او جار حرب بسيط او خربشة بسيطة داخل التجويف الرحمي بتزود فرصة حدوث الحامل بالذات الناس اللي حصلوهم تكرار لفشل الحقل الميجاري بتسيد دي سب الحقل الميجاري ونجاحه مع استخدام المزار طبعا والتجويف يعني انا شخصيا انا لسه في حالة قريب جدا كانت عملت كذا مرة حقل الميجاري وما حصلش والألترا ساوند حتى ما بينش ان كان عندها زي بولب صغير داخل التجويف الرحمي ولما اتعملها المنزار الرحمي الحقيقة كانت حتى مش بولب كان فيبرويد كان ورم ليه في صغير جدا داخل التجويف الرحمي واستقصلته لها على طول في نفس وحملة السايكل اللي بعدية على طول فده بقول يعني كيه حاجات فعلا ما بتتشافش بالسونار منزار الرحمي يقدر ان هو يشوفها والميزة بقى ان هو ممكن تعليجها في نفس الوقت يعني انت مش بس بتشوفها وي دونت رياكت انت اول ما بيحصل بتشوف مشكلة بتقدر تعليجها في نفس الوقت على طول مش بنصح الستة ونرجع انا انا اقولها لا انا ايها طبعا طبعا او اطفال النبيب اول واحد اللي هو حملت مع الويس براون اه لما تيجي تقدر تقرأ السيرة ذاتية هو طبعا توفها وحصل على نوبل برايس يعني والحاجة اللي هو من ضمن الحاجات اللي هو تكلم عليها ان من ساعة ما عمل اطفال النبيب اول حق الميزة كانش فكرته بس ان هو علاج العقم عند السيدات هو كانت فكرته البيج دي اللي هو فحص الجنين ما قبل ارجاعه يعني التقنية دي ظهرت بعد كده لكن هو كان من ضمن الافكار اللي هو كان بيفكر فيها من الاول خالص ان هو عايز يرجع للامهات اللي هم عندهم عيوب خلقية في الاطفال او اللي عندهم امراض وراسية يقدر ان هو يرجع لهم جنين جيد كل دي كانت الاماجينيشن بتاعته في الاول خالص بما فيها يعني طبعا انك انت تاخد خلية زي ما احنا شفنا انه نوت من الجنين وتفحصها وتعرف الحاجات الجينات اللي موجودة تقدر تختار الجنين السليم اللي هيرجع الى التجويف الرحمي عند السيدة لو طبعا اختيار جنس المورود من ضمن الحاجات يعني لو مثلا عائلة فيها بنات عايزين اختيار زكر دوت ممكن برضو عن طريق ان احنا بنقدر نعرف اذا كان الجنين اللي هنرجعه ده زكر ولا انسة وبعد الاحيان في امراض وراسية بتورس للبنات بس او بتورس للذكور بس فبالتالي بنقدر برضو نختار اذا كان الجنين اللي يرجع يبقى زكر ولا يبقى انسة على حسب ما احنا عايزين عناش خاطر ما يحصلش المرض الوراسي اللي بيورس للذكور او للاناس بعض الاحيان بعض الامراض اللي هي الصفات المتنحية اللي عند الزوجين نقدر نحنا نعرفها قبلية فبتوفر علينا ان يحصل حمله وبعد كده يجغض او يحصل حمله وبعد كده وقت يحصل فيه مشاكل الجنين يولد به عيب خلقي ويقرق اهله على طول تقنية الفحص الجنين فحص الجنين قبل ارجعه الى الداخل الرحيم الام ديت ساعدتنا جدا اللي هي البي جي دي ودلوقتي تقنية اللي احدث بقى اللي هي البي جي اس قبل ان نمشي وقبل ان اقول لك في النهاية ثلاث جمل مهمين عايزك تطلع كارتة احمر لناس بتتعامل مع منظومة الحق المياري ولكن بدون ما عليها تدل مين كارتة الاحمر طرد برا لا بص هو يعني طبعا انا انا بقول ان اللي يتعامل في الحق المجاري ده بالذات لازم يكون مركز مركز مصرح بالعمل في اطفال البيئة والحق المجاري ويكونوا طبعا اللي موجودين عندهم خبرة فيه لان انت مش متخيل كم الناس اللي هما بيسعوا الى ان يحصل عندهم حمل وبيتجهوا الى اماكن يصرفوا فيها اللي قدامهم ويروحوا الناس مش متخصصة يبدأوا يعني مش بس ان هما بيستنزفوهم وهما ممكن يضروهم يعني انا شفت حالات كتيرة جدا كان عندهم مثلا اكياس اكياس دموية اكياس عادية الناس دول تقبلوا معاملهم الحق المجاري يعني عمل لهم عمليات وقللوا من مخزون مبيض من البيضات عندهم فانا بنصح دايما الناس ان هما يتجهوا الى الاماكن اللي هي المراكز المتخصصة فيه موضوع الحق المجاري واختيار البروتوكولات اللي بتناسب كل مريض منهم قبل ان استمتع بجولة في مستشفى يبدأي عايز اقول لحضرتك ان انت يعني اسعدتنا بتلت حاجات اسعدتني انا على مستوى الشخصي بان انا تعرفت بشخصية رائعة وعلى مستوى الصداقة تشرفت جدا يعني التعامل مع حضرتك على مستوى العلمي افتني جدا كاستاذ واسعدتني بقى ان انا بقى عندي ناهم مجبار للدخول في تفاصيل دقيقة جدا ولمتخصص واحد من عملقة مصر فيه عالم الاخصام المساعد والحق المجاري بعدها تبقى مسعيد جدا لنا ستسفايت على المستوى الاعلامي بقى يعني كان شيء سبق كبير ان نقنة اكاديمي قدير بانه يتواجد في الالام بشكل متكرر فده تلت حاجات لقد نقول يعني 3 مش 4x4 3x4 4x3 نورتنا اسمح لنا بجولة في عالم بداية عالم رائع جدا المتميز للغاية ولكن في النهاية اسمحوا لي ان انا دائما ارحب بضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاستاذ دكتور اسماعيل ابن فتوح استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بطب الأسرع يعني جمعة القاهرة استاذ الخصوب والحق المجاري بمستشع بداية الاسم الكبير في المكان الكبير وخلينا نروح لبداية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة